اشتركوا في القناة وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة نلتقي ونتدارس بابا من العلم بابا من الإيمان بابا مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويزيدنا إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا مجالس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحملنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة المباركة هي انتهاز لأجر كبير وإقبال على رحمة عظيمة واغتراف من فضل وبركة لا يحصيها إلا الله ولا ننسى دائما فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاجعلوا مجلسنا هذا أيها المباركون في هذه الليلة أحد العوامل التي ننطلق بها نحو إقبال كبير وشغف للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المادحوك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرجوا كم حاولوا فيك معراجا فما بلغوا وكلما عرجوا أزرى بهم عرجوا محمد أنت عطر الروح ما نطقت شفاهنا بك إلا سبح الأرج صلت عليك سماوات وأزمنة ما باق كرب بنا أو أسفر الفرج فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون وبعد أيها الكرام ففي مطلع هذا الشهر من هذا العام الهجري سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم السابع ليلة الثامن من هذا الشهر المبارك في يوم الثامن ليلة التاسع من هذا الشهر الحرام نستفتح مجلسا نتذاكر فيه كتابا نجعله كل ليلة من ليلة الجمعة تباعا بإذن الله تعالى لمدارسته وعرض مضامينه وبيان ما اجتمل عليه من علم وفوائد ومسائل إنه كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الفقيه المحدث أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن رحمة الله عليه وهذا الكتاب الذي نتدارسه الليلة وهذا أول مجالسه نجعله منحصرا في هذا اللقاء في مقدمات بين يدي حديثنا عن هذا الباب من العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر مقدمة المصنف رحمه الله تعالى الحديث أيها المباركون عن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم باب وشعبة من شعب الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام فإن السيرة النبوية بمفهومها الشامل تتناول أجزاء مكونات لها فإن فيها الحديث عن نشأته وحياته عليه الصلاة والسلام والسيرة كما تتناول المغازي والأحداث والوقائع الكبار العظام التي حصلت فإنها أيضا تتناول شمائله الكريمة عليه الصلاة والسلام وتتناول أيضا هذا الباب فيما يدل على الخصائص كما سيأتي معناه بدقة بعد قليل الخصائص إذن هي من متعلقات السيرة النبوية وإن شئت فقل هي من فروع علوم السيرة النبوية أو العلوم النبوية كما يسميها بعض أهل العلم لأن العلوم النبوية فيها الحديث النبوي وهو أشهرها وفيها السيرة النبوية وهي أيضا من أشهرها وفيها الشمائل النبوية وفيها الدلائل التي تتحدث عن المعجزات والآيات وفيها الخصائص التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء وفيها أيضا الفضائل النبوية والحقوق التي وجبت علينا معشر المؤمنين من أمته صلى الله عليه وسلم لنبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام فهذا الموضوع الذي يتعلق بالخصائص هو باب الكتاب الذي نتدارسه إن شاء الله تعالى وقد حرص أهل العلم منذ زمن السلف على التدوين في هذا الباب وإفراد الخصائص النبوية إما مستقلة أو أبواب مدرجة في كتب كبار هي أعم منها فإن هذه الكتب التي ألفت إنما هي ثروة تتوارثها الأمة في مكتبة السيرة النبوية وعلومها المتعلقة بها وليتبين لنا بجلاء هذا الفرق بين علوم السيرة أو العلوم النبوية جملة فإن نفصل كل واحد منها بإضاح يسير يتضح به الفرق بين باب وباب من هذه العلوم أما الشمائل النبوية فهي التي تشتمل على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وهديه في سمته ومعاملاته منذ ميلاده ونشأته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى فيها الحديث عن أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام فيها الحديث عن خلقه الجميل وسمته الحسن صلى الله عليه وآله وسلم في الشمائل أيضا حديث عن الأمور التي تتعلق بحياته الخاصة عليه الصلاة والسلام مقتنياته زوجاته أولاده أهل بيته وسائر ما يتعلق بحياته الخاصة به عليه الصلاة والسلام ومن أشهر وأجل كتب الشمائل كتاب الإمام كتاب الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه ويلحق به أيضا الكتاب الجليل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه وأما الدلائل النبوية وهو الفرع الثاني من فروع العلوم النبوية فالمقصود بها الكتب التي تناولت الأدلة والمعجزات والآيات التي تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام تسمى بكتب الدلائل النبوية أو دلائل النبوة أو أعلام النبوة وآياتها تسوق طائفة من المعجزات الحسية والمعنوية وبيان وجه الإعجاز فيها وإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتضمن ولا شك بيان القدر الرفيع والمنزلة الجليلة التي خص الله بها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام وكتب دلائل النبوة كثيرة أيضا أشهرها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمة الله عليه ومنها دلائل النبوة للإمام المحدث أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وكتاب أعلام النبوة لابن قتيبة الدين وري رحمة الله عليه وكتاب دلائل النبوة أيضا للإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله وكتب أخرى كثيرة تناولت الحديث عن معجزاته وآيات نبوته كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وإعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي رحم الله الجميع وأما كتب الخصائص النبوية فهي التي نتحدث عنها وكتاب الإمام بن الملقن رحمه الله أحدها فهي الكتب التي تناولت الخصائص التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي تتناول جانبين الجانب التشريعي والجانب التفضيلي وإذن هي على أربعة أقسام أولها ما اختص به في ذاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وثانيها ما خصه الله تعالى به في ذاته في الآخرة وثالثها ما خص الله به أمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورابعها ما خص الله به أمته صلى الله عليه وسلم في الآخرة فأما ما خص به في الدنيا كمثل تفضيله على الأنبياء عليه السلام وأخذه سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء من أجله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ونصرته ومن خصائصه ما فضل الله تعالى به عقله عليه الصلاة والسلام من الكمال وحسنه من الجمال وما خصه به من المعجزات وإمامته بالأنبياء في قصة الإسراء والمعراج وغيرها كثير وأما ما خصه الله تعالى به هو وأمته من أحكام وشرعة في الدنيا فكثيرة منها إحلال المغانم وأن الأرض جعلت لنا مسجدا وتربتها طهورا واستقبال الكعبة في الصلاة وأن صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة وخصصنا أيضا بليلة القدر وبالجمعة وساعة الإجابة فيها وأننا خير الأمم وأننا كما حمان الله عز وجل من تسليط العدو وعدم الإهلاك بالجوع ونحو ذلك كثير والنوع الثالث ما خص به عليه الصلاة والسلام في الآخرة وأجل ذلك أنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يفيق من الصعقة ويكسى يوم القيامة أعظم الحلل ويؤذن له بالشفاعة هو أول شافع وأول مشفع وبشفاعات خاصة ومغيرها كثير من خصائصه يوم القيامة في الحياة الآخرة صلى الله عليه وسلم وأما خصائص أمته في الآخرة فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين ويقضى لهم قبل الخلائق وأمته الآخرة في الدنيا السابقة يوم القيامة هذا ما يتعلق بالخصائص وسنأتي عليها في مدارستنا لهذا الكتاب تباعا إن شاء الله تعالى وأما الفرع الرابع من فروع علوم السيرة النبوية أو العلوم النبوية الفضائل النبوية والمراد بها ما فضل الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء وهو حديث يأتي مندرجا في الشمائل النبوية لأنها جزء منها وفي الدلائل النبوية أيضا لأنها جزء منها وفي الخصائص النبوية كذلك لأنها جزء منها وقد ألف الإمام الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في ذلك كتابا سماه بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع فيها أربعين فضيلة وهي من فضائله عليه الصلاة والسلام وعندئذ فهذه العلوم وقد تبينت معالمها وهذه المصنفات لآئمة الإسلام التي جاءت بإثراء تراث الأمة في التصنيف فيها إنما هي علم غزير ونبع ترد عليه الأمة تستقي منها علما نافعا وإيمانا صادقا وتتوارث هذا الإيمان والعلم نحو طريق طويل تثبت به أمة الإسلام ما خصها الله تعالى به من مقام نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومجمل ذلك أيها الكرام أن كتب الشمائل النبوية تمتاز باستيعاب أوصافه الخلقية والخلقية وما ورد من نعوته في الكتاب والسنة ومن مرويات الصحب الكرام رضي الله عنهم في أوصافه وشيمه وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه وأما كتب الخصائص فتمتاز بذكر أمور اختص الله تعالى بها نبينا عليه الصلاة والسلام في ذاته أو في شريعته وهذه من فوائد دراستها كما يأتي قريبا وأما كتب الخصائص المفردة التي جاءت في بيان خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أهل العلم قد صنفوا في ذلك كتبا منها كتابنا الذي نتدارسه وسيأتي الحديث عنه ومن أقدمها تاريخا حسب ما هو بين أيدينا اليوم كتاب نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم الذي صنف به بن منقن كتابه لكن مؤلفه الإمام الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الكلبي المعروف بابن دحية المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ومنها أيضا كتاب شفاء الصدور في أعلام النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الخطيب أبو الربيع سليمان بن سبع السبتي ومنها أيضا كتاب بداية السول كما تقدم في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ومنها كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم أو اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم صلى الله عليه وسلم لإمام قطب الدين محمد بن محمد الخيضري الشافعي ومنها كتاب كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله والمسمى بخصائص الكبرى حسب ما هو مشتهر بين طلبة العلم وغيرها أيضا مما صنفه أهل العلم في هذا وافر كثير مبارك ومع ذلك فإن بعض أهل الحديث من أرباب دواوين السنة العظام التي حوت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقواله اعتنى بعضها بذكر الخصائص ضمن أبواب تلك الدواوين ومن أجل من صنع ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى فإنه أورد فيه بابا في كتاب النكاح ذكر فيه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومتعلق ذلك أن في النكاح أحكاما اختصه الله بها مثل جواز نكاحه فيما زاد على الأربع من النساء حكما خاصا خصه الله تعالى به فيأتي العلماء لمثل هذا الموضع فيوردون فيه تتمة ذلك من الشواهد التي يثبت بها اختصاصه صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون ذلك في هذا الموضع وكما صنع غيره من الفقهاء وكذلك فعل الإمام المحدث الحافظ شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير فإنه أوردها أيضا وخرج أحاديثها تباعا وصنع ذلك الإمام بن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول وهي في ضمن الشمائل وأيضا صنع بن الملقن في كتابه الآخر البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وعامة كتب السيرة النبوية إخوة الإسلام لا تغفل الحديث عن الخصائص وتوريدها إما في أثناء مواضعها من أحداث السيرة ورواياتها ووقائعها ومغازيها وإما أن تفرد بأبواب في أول الكتب أو في آخرها كما صنع بعض أهل العلم وكذلك الشأن في عناية العلماء بهذا الباب أما كتابنا الذي بين أيدينا ومصنفه الإمام الجليل والحافظ الكبير أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد سراج الدين أبي حفص الأنصاري الأندلسي المصري الشافعي المعروف والمشتهر بابن الملقن رحمه الله تعالى فإنه من علماء القرن الثامن وكانت وفاته في صدر ورأس القرن التاسع الهجري سنة ثمانمائة وثلاثة من الهجرة أو أربعة للهجرة وهو أحد علماء الإسلام الكبار وأئمته الحفاظ وصاحب تصانيف كثيرة بديعة عرفت بكثرتها وجودتها وحسنها فتح الله له باب الحديث فبرع فيه رواية ودراية وصنف فيه عددا كبيرا من المصنفات ودون أيضا في كتب الفقه وجمع وصنف في ذلك وأفاد رحمه الله كما كان له عناية بالتدوين في علوم أخر مثل القواعد وأصول الفقه والتفسير واللغة وغيرها كثير في شتى أبواب العلم كان رحمه الله أعجوبة في الحفاظ على وقته وفي الحرص على الإفادة والتصنيف والتدوين اشتغل في فنون فبرع ودرس وأفت وصنف وجمع وقرأ حتى في كبر سنه كتابا في كل مذهب وأذن له بالإفتاء فيه كما قال ابن فهد رحم الله الجميع يقول الإمام السخاوي قال فيه البرهان الحلبي لازمته مدة طويلة فلم أره منحريفا قط وقال السخاوي كان منقطعا عن الناس لا يركب إلا إلى درس أو نزهة وكان يحب أهل الخير والفقر ويعظمهم قال الحافظ ابن حجر كان مديد القامة حسن الصورة حسن المحاضرة جميل الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه وترجم له العلماء ترجمة وافيرة زاهية فيها ثناء جم وفيها ذكر حسن له رحمة الله عليه فحسبه أنه أحد مشايخ الإسلام وصاحب المصنفات التي ما فتح على غيره بمثلها في زمنه رحمه الله وله كتب كثيرة مشهورة ما زالت موردا لأهل العلم في الإفادة والنقل والتعليق والجمع بينها وبين غيرها رحمه الله تعالى وله في ذلك أيضا مصنفات في فنون مختلفة لا يسع المقام لذكرها إنما حديثنا عن كتابنا الذي بين أيدينا ونتدارس مضامينه في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى فهو كتاب نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله والله وهو كما تقدم قريبا يتعلق بالخصائص النبوية التي جعلها الله تعالى من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بذكر نبذة حول التأليف في هذا الباب وأن أول من ذكر مسائل الخصائص في فروع فقه الشافعية الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أحد أخص تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة أربع وستين ومائتين من الهجرة وأنه افتتح كتاب النكاح بها وتبعه أصحاب الإمام الشافعي وفقهاء مذهبه في إرادها لدى أبواب النكاح وذكر من خالف من آئمة الشافعية في الكلام في تلك المسائل وإرادها تصنيفا قسم ابن الملقن رحمه الله تعالى الكتاب أدى أربعة أنواع النوع الأول فيما خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الواجبات وقال الحكمة فيها زيادة الزلفة ورفعة الدرجات وجملة ما ذكر فيها من المسائل عشرين مسألة سبع منها متعلق بالنكاح والباقي في غيره من الأبواب القسم الثاني من الكتاب فيما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من المحرمات كان الأولا في الواجبات وفائدتها زيادة فضله وتخصيصه بأجر وثواب أما ما اختص به من المحرمات قال المصنف رحمه الله وذلك تكريمة له صلى الله عليه وسلم فإن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب لأن اجتناب المحرمات في المنهيات كفعل الواجبات في المأمورات وذكر في هذا النوع أربعة عشرة مسألة هي أيضا على قسمين خمس منها متعلق بالنكاح والباقي في غيره فأما النوع الثالث من الكتاب في الخصائص عند المصنف رحمه الله فما اختص له الله تعالى به عليه الصلاة والسلام من المباحات والتخفيفات تكريما له وتعظيما وأن فعل المباحات لا يلهيه عن واجبات الرسالة ومقتضيات الدعوة إلى الله وأداء واجب البلاغ كما أمره الله جل جلاله وذكر في هذا النوع ثلاثا وثلاثين مسألة ومنقسمة إلى قسمين ستة عشرة مسألة منها في النكاح والباقي في غيره وأما النوع الرابع والأخير في الكتاب فمختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهذا فيه عدد المسائل أكبر مما سبق حيث أورد فيه المصنف رحمه الله خمسا وأربعين مسألة وهي أيضا منقسمة إلى قسمين ثلاث منها متعلق بالنكاح والباقي في غيره فهذه الأنواع الأربعة التي قسم عليها المصنف كتاب الخصائص خصائصه عليه الصلاة والسلام في الواجبات خصائصه في المحرمات خصائصه في المباحات خصائصه في الفضائل والمكرمات عليه صلى الله وسلم وبارك وهذا التنويع من المصنف هو من جودة صصنيفه رحمه الله وحسن تبويبه الذي عرف به في سائر مصنفاته إذا ما جمع وصنف وألف بين المتناثر فأضاف عليها وزاد ولأن من الملقن رحمه الله إمام محدث جليل طويل الباعي في اختصاصه فإن عنايته بالحديث ظهر أثرها في حكمه وتعليقه على المرويات بيانا لإحكامها تصحيحا للصحيح وتضعيفا للضعيف وبيانا لما يثبت مما لا يثبت فكان في هذا إثراء جليل لهذا الباب من العلم ولمن يقبل عليه من أهل الإسلام والواقع أن ابن الملقن رحمه الله امتاز في سائر مصنفاته وفي كتابنا هذا بحسن الأسلوب وبراعة التعبير وجودة العرض فيما يذكر من المسائل ويعرض وهو يبتدئ بطرح المسألة التي قيل إنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام يريدها بحسب التقسيم الربعي الوارد آنفا فإن كانت من الواجبات أو من المحرمات أو من المباحات أو من الفضائل أو ردها في بابها ثم يورد ما دل على ذلك من الكتاب والسنة ويتبع ذلك ببيان كلام أهل العلم في ذكر ما دل عليه الدليل في إثباته أو في نفيه مع العناية بإضاح مواضع الخلاف وغالب ما ينقل رحمه الله في الكتاب عن أئمة الشافعية لأنهم أصحاب مذهبه ولا يعدل عنهم إلا ما ينقله من كتب الحديث أو من السير أو من التفسير وعامة ما يذكره من الأقوال والأوجه في هذا الكتاب يحكيه من آراء فقهاء الشافعية التزاما منه بمذهبه رحمه الله فحصر الموضوع بما يتداوله أصحاب الشافعي من الأقوال والآراء وإذا أورد المسائل فإنه يريدها على طريقتين إحداهما إن كانت المسألة خلافية بيّن فيها خلاف العلماء وما ترجح عنده أو في مذهب الإمام الشافعي ثم إن كان فيها خلاف أوردها بصيغة التردد مثل قوله في مسألة التهجد أكان واجبا عليه الصلاة والسلام وقوله في المسألة السابعة أيضا في القسم الأول في مصابرة العدو هل كان يجب عليه فإراده للمسألة بصيغة الاستفهام إشارة منه إلى الخلاف وعدم الجزم فيها بقول حتى يورد فيها أقوال العلماء فإذا ترجح عنده رحمه الله أن المسألة الواردة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يريدها بدون صيغة التردد كقوله في مسألة وجوب السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح وقوله في مشاورة ذوي الأحلام مشاورة ذوي الأحلام في الأمور وهي واجبة عليه على الصحيح وهذا الغالب من صنيعه رحمه الله تعالى وفي الجملة فإن الكتاب قد ختمه المصنف بفوائد جليلة وذكر فيه موقفه من تلك المسائل وتعليقه على الأحاديث الواردة واستوفى رحمه الله هذا الباب من العلم استفاءا جيدا مبدعا متقنا وهو المعروف عنه رحمه الله في سائر تصانيفه رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل هذا الكتاب وغيره له ولأهل العلم في تاريخ الإسلام من الأجر الذي لا ينقطع ومن الصدقة الممتد نفعها وأثرها لهم في موازينهم وجعلنا نحن خلفا لهم في توارث هذا العلم والإقبال عليه وقبل الشروع في مقدمة المصنف رحمه الله يهمنا إخوة الإسلام أن نشير إلى أن مدارستنا لهذا الباب من العلم وهي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بها جملة من الفوائد وهي عائدة على المتخصصين من أهل العلم وطلبة العلم والسالكين سبيل أهل العلم وعلى غيرهم من عموم الأمة على حد سواء فمن أجل هذه الفوائد أنها تدخل في عموم شرف طلب العلم وتحصيله كما لا يخفى عليكم وليس هذا مقام بيان فضل العلم الشريف وأهله وحملته وثانيها من الفوائد أنها جزء من علوم السيرة النبوية التي تقربنا من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسبنا في مثل هذا المجلس في كل ليلة من ليالي الجمعة بإذن الله تعالى أن يكون هذا المجلس باعث لنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس خصائصه وشأنه الكريم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وثالثها من الفوائد أنها كسائر علوم السيرة النبوية ومتعلقاتها تزيد المؤمن إيمانا وتزيده بنبيه عليه الصلاة والسلام معرفة وتزيده له حبا وهذا كله من متعلقات وواجبات ومقتضيات إيماننا به عليه الصلاة والسلام فاجعلوا هذا نصب أعينكم أيها المباركون وأخيرا فإن من الفوائد الجمة وليس بآخرها هو موايان موقف المسلم مما يساق في هذا الباب فإننا كثيرا ما نقرأ ما تتداوله الرسائل والأخبار وبعض المنشورات في كثير من المواقع حول تلك الخصوصيات لنبينا عليه الصلاة والسلام سواء كانت من أحكام التشريع في الدنيا أو من خصائصه في البرزخ أو في الآخرة فيأتي هذا الباب ميزانا من العلم يزن به أحدنا ما يبلغ سمعه أو ما يقرأه أكان هذا ثابتا فيتبين الصواب من الخطأ والمبالغة والمجازفة من الإنصاف والعدل نعم نبينا عليه الصلاة والسلام كريم القدر عند ربه مخصوص بجملة من الخصائص التي حفت بها نبوته صلى الله عليه وسلم وله من الحظوة والمكانة الرفيعة والمقام العلي عند ربه جل جلاله وعند الأمة ما ليس لأحد سواه صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا لا يقودنا إلى قبول الشطحات أو ما لا يثبت أو المبالغات التي لا ميزان لها ولا زمام ولا خطام فلا يصح تحت مظلة دعوى الخصائص إثبات علمه للغيب أو تدبيره للكون أو اختصاصه بشيء من خصائص الربوبية وحاشاه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل رفع قدره لكنه لا يتجاوز قدر البشرية بحال إلا في كمالاتها التي جعلها الله تعالى لأنبيائه ورسوله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومثل ذلك ما يساق في أثناء الحديث عن المعجزات فإنه أيضا يتخللها إدراج لا يثبت في أصل المعجزة الثابتة حقيقة مما ذكرته نصوص الكتاب والسنة كمثل ما يساق في حادثة الإسراء والمعراج ويدرج فيها ويحشى من الزيادات ما لم تحمله الروايات الصحيحة في الجملة دراستنا للخصائص النبوية ميزان من العلم نزن به تلك الروايات والنقولات والأخبار والمنشورات والرسائل حتى نكون على بينة في قبول ما يقبل منها وفي رد ما لا يقبلهم إزان العلم وبالجملة فإنه والله ليس بحاجة صلى الله عليه وسلم إلى أن نتزيد لإثبات فضله ومكانته بما لم تثبت به النصوص نعم لأن الثابت له فيما صحت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيما ثبت له من الفضل والمكانة والكرم والرفعة قد أغناه الله تعالى به عن الضعيف والحشو والمبالغة أو الخرافة التي لا تثبت وفي الثابت الصحيح غنية عن الضعيف والمختلق والموضوع والكذب فإننا أمة علم نزن ما يأتينا بكل موازين العلم وهو الباب الذي افتتحت به نبوته عليه الصلاة والسلام في قول الله له اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا تمت هذه المقدمات أيها المباركون فإنه قد آن الأوان لأن نبدأ في مقدمة مصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب الجليل لتكون نهاية مجلسنا هذا وفاتحة للمجالس المقبلة في دراسة الكتاب وقراءته بعون الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اختم بخير يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال الشيخ الإمام العلامة فريد دهره ووحيد عصره الحازم اليقظ الأعز الفطن المحقق جامع أشتاة الفضائل صدر المدرسين رحلة الطالبين سراج الدين أبو حفص عمر ابن الشيخ الإمام العلامة مفت الفرق نور الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد أبي العباس الشهير بابن الملقن الأنصاري الشافعي أدام الله النفع بعلومه أحمد الله على إفضاله وأشكره على توالي آلائه وأصلي على أشرف مخلوقاته وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وشرف وكرم وبعد فهذا مختصر نافع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بخصائص أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين هذه المقدمة التي استهل بها مصنفه رحمه الله تعالى أبان فيها عن أن الكتاب مختصر فليس من المطولات وهكذا هو شأن كتابه رحمه الله تعالى وبين فيه موضوع الكتاب الذي سيدير حوله فصوله وأبوابه وهو خصائص أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى مباشرا الموضوع الذي من أجله صنف الكتاب قال رحمه الله والمزني رضي الله عنه افتتح كتاب النكاح بها يعني بالخصائص وتابعه الأصحاب والمقصود بالإمام المزني هنا كما تقدم هو أحد أجل تلامذة الإمام الشافعي وأخصهم به وأقربهم منه رحم الله الجميع هو الإمام إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى أحد أخص أصحابه وناصر مذهبه وبدر سمائه وفاته سنة أربع وستين ومائتين من الهجرة رحمه الله قال والمزني افتتح كتاب النكاح بها وتابعه الأصحاب وسبب ذلك أن خصائصه في النكاح كثيرة ثم ذكروا غيرها تبعا لها وهذا الملخص فيه ما ذكروه إن شاء الله تعالى مع زوائد مهمة وقد أوفى رحمه الله بما ذكر هنا بجمعه لما ذكره فقهاء الشافعية وزيادات مهمة عليها قال رحمه الله وقد منع ابن خيران من الكلام فيها في النكاح والإمامة كما حكاه الماوردي ويقصد بابن خيران هنا في هذا السياق هو الإمام الفقيه الشافعي أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من وجهاء الشافعية أحد أركان المذهب ومن كبار آئمة الفقهاء الشافعية ببغداد المتوفى سنة عشرين وثلاثمائة من الهجرة قال منع ابن خيران من الكلام فيها يعني في الخصائص في النكاح والإمامة كما حكاه الماوردي والإمام الماوردي صاحب كتاب الحاوي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله المتوفى سنة خمس واربعمائة من الهجرة قال وأطلق في الروضة يعني الإمام النووي أطلق الحكاية عن الصيمري عنه لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه هذا مدخل تاريخي يبين فيه المصنف موقف العلماء من التأليف في كتب الخصائص وإيرادها وبحثها وجمعها وتصنيفها فإن الإمام بن خيران الشافعي منع من ذلك وعل له بأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه بمعنى أنه أليس المقصود خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام بلى وأمره يختص به وهو قد التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم فلا أثر للفقه في مدارسة هذه المسائل لأنه خصوصية به فليس هو في مجال القياس ولا الاستنان به ولا فائدة ترجى فقها من بحث تلك المسائل وإرادها لعدم الانتفاع بها لا في التقعيد للأحكام ولا في الاستدلال لها هذا موقف منقول عن الإمام بن خيران كما ساق المصنف نقلا عن الماوردي وعن الإمام النووي في الروضة وغيرهم رحم الله الجميع قال رحمه الله في تتمة الكلام لما قال لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه وإنما يشرع الاجتهاد في النوازل التي تقع أو تتوقع وما لا إلى ذلك الغزال ونسبه إلى المحققين تبعا لإمامه والمقصود إمام الحرمين الجوين رحم الله الجميع فإنه قال في نهايته أي في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب قال في نهايته ليس يسوغ إثبات خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقيسة التي يناط بها الأحكام العامة في الناس ولكن الوجه ما جاء به الشرع من غير ابتغاء مزيد عليه وهذا كلام مهم والمقصود أن إثبات الخصائص النبوية لا يثبت بالقياس وينبغي أن يوقف فيه على مقتضى ما ورد به النص لا غير قال المصنف رحمه الله والذي ذكره المحققون في ذلك أن المسائل التي اختلف الأصحاب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخلاف فيها خبط غير مفيد فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه فإن الأقيسة لا مجال لها في ذلك وإنما المتبع فيه النصوص وما لا نص فيه فالاختيار في ذلك هجوم على غيب بلا فائدة واستحسنه ابن الصلاح أيضا وهو الإمام المتقن الحافظ أبو عمر عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان الكردي الشهرزور الشافعي صاحب علوم الحديث قال ابن الصلاح إنه قد انقضى يعني شأن الخصائص وزمنها وليس فيه من دقيق العلم ما يتعلق به التدرب ولا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه هذا موقف لبعض أهل العلم نقله ابتداء عن الإمام ابن خيران الشافعي رحمه الله وذكر موافقة بعض أهل العلم لذلك كالإمام الغزالي تبعا لإمامه الجويني رحمة الله عليهم جميعا ثم جعل في خاتمة ذلك موافقة ابن الصلاح لهذا الرأي من علماء الشافعية ممن سمعت أسماءهم قال النووي رحمه الله والكلام للمصندف والصواب الجزم به بعدما نقل هذا الخلاف عن بعض فقهاء الشافعية كابن خيران والغزالي والجويني وبعدما نقل عبارة ابن الصلاح إنه قد انقضى وليس فيه من دقيق العلم ما يتعلق به التدرب ولا وجه لتضيع الزمان برجم الظنون فيه قال ابن المنقن المصندف رحمه الله وأما الجمهور فإنهم جوزوا ذلك لما فيه من العلم يعني الخصائص النبوية قال النووي رحمه الله والصواب الجزم به بل باستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا وجوب دراسة الخصائص وتعلمها لما قال النووي لأنه ربما وجد جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ولا يعمل بها لأن الخصائص محصورة في شأنه عليه الصلاة والسلام قال وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا يخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه هذا موقف نقله المصنف عن الإمام النووي وقال ابن الرفعة في مطلبه وابن الرفعة هو الإمام أبو العباس نجم الدين أحمد ابن محمد ابن علي ابن الرفعة صاحب كتاب المطلب في شرح الوسيط وغيرها من كتب الشافعية الفقهية المهمة قال قد يقال بالتوسط يعني بين المذهبين في رأي الإمام النووي في مشروعيته والجزم باستحبابه وعدم استبعاد القول بوجوبه وبين رأي ابن خيران ومن تبعه في أنه ليس فيه شيء ينتفع من مدارسته وإراده قال ابن الرفعة قد يقال بالتوسط فيتكلم فيما جرى في الصدر الأول من ذلك دون ما لم يجر منه قال وسياق كلام الوسيط يرشد إليه وقد جاء في السنة ما يبينه وهو قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له ساعة من نهار والحديث متفق عليه أخرجه الشيخان قال ابن الملقن رحمه الله ونحن نقتدي في هذا التصنيف بالجمهور ونقيد ما تيسر بحمد الله فيه جعله الله نافعا بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم يعني أنه أخذ بطريقة الجمهور في مشروعية تناول الخصائص المحمدية أو الخصائص النبوية بالتدراسة والتصنيف والتأليف لما يرجى فيها من النفع فيما ذكر الإمام النووي وهو التنبيه على ما لا يشرع فيه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لاختصاصه وقد يقع في ذلك بعض من لم يبلغه العلم وبيان مختص به وبيان الصحيح من الثابت منه وإغلاق باب المبالغات والشطحات والخرافات التي لا تستند إلى دليل صحيح ثابت بعد بيان ما صح منها مما جمع في هذه المصنفات النافعة في الخصائص النبوية وآثر رحمه الله طريقة الجمهور بتقييد ما تيسر فيها وسأل الله تعالى أن يجعله نافعا متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله والأهل العلم بيان في بيان ذكر جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجح كثير من المحققين أنه غير مشروع اقتصارا على التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا أو بالعمل الصالح أو بالدعاء المباشر فيما يرجى من الله من كرم وفتح أبواب التوفيق قال رحمه الله واعلم أنه صلى الله عليه وسلم أختص بواجبات ومحرمات ومباحات وفضائل فهذه أربعة أنواع وهي الأنواع التي مر ذكرها في سياق وصف الكتاب وتصنيف المصنف فيه رحمه الله ويبقى الشروع في أول أنواع الكتاب التي سنشرع فيها مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يجعل ذلك علما نافعا لنا وعملا صالحا يقربنا إليه سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين استبقوا أيها المباركون واستبقوا على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فإن المضمار يتسابق فيه المحبون باستكثار جم واغتراف عظيم من هذا البحر من الخير والبركة والأجر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليك من اصطفاك كريما لتقيم نهجا من هداه قويما وحباك فوق الفضل فضلا واسعا خلقا كما وصف العظيم عظيما فغدوت أعظم بالشمائل أسوة برا رؤوفا بالقلوب رحيما يا من هديت بالنبي إلى السنة صلوا عليه وسلم وتسليما فاللهم صل وسلم وبارك عليه أوفى صلاة وأزكى سلام وأعظم بركة يا ذا الجلال والإكرام وارزقنا بالصلاة والسلام عليه الدرجات العولى والمقامات الرفيعة والعلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام وعلمنا إله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عمدك ورسولك حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر